مرحبا مشاهدي بي بي سي أكسترا بحلقتنا اليوم حرف الميم رح ياخد حيز كبير من حلقتنا لأن هذا الحرف يستخدم للدلالة على أقلية جنسية بمجتمعنا يقال عنا مجتمع الميم شي مرة سمعانين بهذا التعبير؟ التعبير هذا يستخدمه باش يعرف معنا الأشخاص دوي الميولة الجنسية المثلية المزدوجة المتحولون جنسيا أو حتى الأشخاص المتسائلين عن مويرهم الجنسية وكمان بحرف الميم رح نطرح سؤال ما هو واقع مجتمع الميم بالبلدان العربية وما هي مطالبهم؟ مش نتعرف على أشخاص من مجتمع الميم هذا كمان مش نتعرف على مركز الصحة الجنسية مرسا اللي في لبنان مش نشوفوا شنو اللي يميزوا على بقية المركز وذا فتنا الأولى بحلقتنا اليوم ممثلة كوميدية من لبنان رح نتعرف عليا هلأ شادن فقيه المعروفة بشادن اسبرانزا ليش اسبرانزا؟ رح نعرف مرحبا بيك عسلمة حي شادن كيفك؟ أهله وسهله أهله وسهله فيكم أول حاجة أقول لي على ليش شادن اسبرانزا ليش شادن اسبرانزا؟ أودش بدنا نروق شيئا لابد أن تتعود على لهجة تنسية لهجة إيه؟ ليش شادن اسبرانزا؟ لأنه يعني هيك نكتة بس بزيت الوقت أنه أنا شخص كثير يعني عندي رأيي بالسياسة وبكل أمور فعلى فيسبوك ما بدي أنا عائلتي بينعرف ضغرية عائفة شو هي بطل ما يعرفوا شو الطائفة بعطي رأيي ما لا بيسبوني هوليك ولا هوليك لأنه ما بيعرفوا أنا من وين طيب شادن صار وقت نعرف مين أنت من هي شادن إسبرانزا وشو حتوتك مع اكتشافك لميولك الجنسي مين أنا؟ هيدا صلي عم بعمل ترابية عشر سنين تأعرف السؤال جايوب علي في ثلاثة دقائق مين أنا؟ أنا ممثلة كوميدية وبتشغل بالأدورتايزن اسمي شادن شادن يعني غزيل الصغير مثل ما شايفي صغير 85 كيلو عمري 25 سنة بعطي أكتر لأنه في نوع من وزدم حكمة حكمة بالعيون بس بأيمن بلو بيتي برنس بتعرفي الأمير الصغير عطول أنا بعلاقة مباشرة مع الأمير الصغير اللي جواتي تحكي معه شكلك كل يوم طيب قصتك مع اكتشافك ل لميولة جنسية حاولي يعني بعرفي قصة طويلة عمري 25 سنة عمري 25 سنة بلشت ع 12 استأجر الدي فيدي حطيته بليطلع في واحدة متل ايجنت وهيكي بتكون ستريت بنغرم بالشريرة فهوني بلشوا الأسئلة إنه مين أنا وين أنا وليش أنا وعرفت كل هول الأمور ضليت اندنايل يعني خلاص إنه ضبيت السؤال عال 15 بلشوا الأسئلة يزيدوا ومن الخمسة عشر لالتسعة عشر بقصة قطو بيقول بديش كون لسبيان يعني الثلاثة أمنيات كانوا ما بدي كون لسبيان انزو حكي امتحاناتي وأهلي يكونوا بسلام كيف تقبل المشتوى المحيطة بك التغير اللي عملتوا في حياتك هذا؟ العالم أخير هماء إذا أهلي بيعرفوا ويتقبلوا كيف تقبلوا؟ صارت البنت اللي عم بظهر معا اللي انغرامت فيها صارت تشكر وقت لعندي وانا كان يصير معي قبل بانيك اتاكس على الموضوع انو بركة انا جاي وما بدي كون جاي وما بدي كون جاي وقبكي للا أمي ما بدي كون جاي وتروقني انو تنفسي مدتيشن وهيك سو بعتدي هي كنت مهيئ انا وعن ما عرفته سو وقتا بلاشي تجي البنت اللي حبيتها والبنت تجي اللي عندك اليوم اجي تمرر نهار هيك يا أمي من الشغيل لانو شهدان تاعي بدي اسألك سؤال وهي البنت عندي سو بتقلي انو شهدان عم بصير شي بانيك وبانيك انا دوري اه قالتلي حلو حلو كتير صار عند اتنين بالبيت لانو انا اختي كمان لازبيان سهل عليك الامر كونك في لبنان وفي بيروت انك تصارح الناس وتصارح المجتمع لا ما انا هم انا هكذا عندنا هناك اشياء انو انو في جيوج اندرغان سين يعني في ترجمي له في مجتمع مخفي خلينا نقول بس كبير بس كبير بس كبير يعني انو 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 اتش اجي كونتري على لبنان اعرفت طب شهدنا انا اسألك على الكوميدي انتي بتقدمي عروض كوميدي ايه بتتناولي مواضي حساسي مثل الدين والعنصرية والزواج والجنس شو عم بتطالبي المجتمع الهدف من الستاند اوب كوميدي هو كان مليار مليار كان يستعمل المسرح وًأعمله المسرحية لكريتيك على طبقة الأريستوكراطية لا الآن والمشاهدين في الحلقة الأريستوكراطية يوعد أسئلة بأقول الناس في الخلال برناس أashi desej أنه هذا الشيء لا يجب أن نعمل أو يجب أن نفكر بغير طريقة لأنه أستطيع أن نضحك على الموضوع وتريدكوليز أعرف أن نحوله لأقلل من قيمته أو سخفه كيف يفهم الشخص؟ تتوصل لرسالة أنا هذا الذي أعمله كمان بستاند أب من خلال تضحك العالم بس مع أفراد طيب شادة نحن نضم كمان شخص آخر للحديث معنا هالمرة من بلد يعتبر محافظ أكتر من لبنان وهي مملكة البحرين يوسف الغواص يوسف مستشار في مجال التسويق الاستراتيجي للأطعمة أهلا وسهلا يوسف مرحبا يوسف كيف حالك يوسف شادن شادن يوسف لازم نوقف مرحبا مرحبا يوسف كيف تختلف تجربتك في مجتمعك على تجربة شادن مثلا؟ والله أكيد بيكون غير بس يعني يعني أنت سمعتك تقولين أن مجتمعنا متحافظ أكثر بنوعا ما نوعا ما اجتماعيا ايه يعني أنه أكيد في المجتمع الخليجي ما بيقبلوا شيء حتما كلمة المثلية ما بنستعملها هالقد شو بيستعملوا؟ اه لوطي أو أشياء يعني شوي بذيئة شغل إن كنت صغير إذا أكون بغربتي مع شاب ومقفل الباب ما حنا بيقول شيء ما حدا ممكن يشك يعني ما حدا ما بيشك أصبايان من الحي يعني أنه أول شيء وكل أصبايان يعمل هاي الشيء يعني أنه نشوف وشي يصبح يعني فضول يكون بس بس لأنه نتوصل للمراهقة هاي الفضول ممكن يتحول لفضول جنسي يعني مو لكل من بس في بعض الناس هاي هاي دي يصير وبعدين على ما توصل يعني نص المراهقة على خمسة عش ستتعاش هون تقرر تقول أنه صح هل أنا بتقبل هاي الليبل يعني علي أو لا ففي كثير نص يعني أنا عرف كثير رجال اللي متزوجين عندهم عيال ويعني علنياً هما ستريت بس ساعات they do what they want يعني مع الشباب هيك بس يقولوا أنا 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 غي بس الجنس هو اللي غي تمام الجنس ممكن يكون ستريت أو غي على حسب اليوم والمود أهلك بيعرفو ايه أهلي وأصدقاء وكل شي نعم كيف كانت ردي تفعلهم أول شي denial أول شي نقولوا لا هيدا فايز يعني معين مرحلة وتعدي بس أنا مثما تقولي من من الصغر يعني من حوالي عمر التسعة عشر سنين بدوا يشكوا لأن مثلا حدا شافني بالمدرسة مع صبي أو حدا صادني مع صبي بالبيت أو شي هيك فيوصل لهم الحكي بس أنا يقولوا لا من شي بعدين للمصلة للخمسة عشر أتذكر خالي ناداني المكتب وقال لنا شوف إحنا سامعين هيك وإشاعات وهيك هيك هل هاي صح أو خطأ قلت لأ اي صح وهون يعني الشوك كان لأن اعترفت وبعدين قال لي نهاي مجتمعنا ما نقبل وبالأهل ما نقبل وهي السمعة والإسم وإيك أنا قلت لهم خلاص أنا ما بافرض روحي عليكم وأنا بطلع من البيت فأنا طلعت من البيت وطلعت من المدرسة وقشت حياتي لواحدة يعني لسه بروح البيت وبتغدى معهم وأمي وأهلي وأخواتي وكل شي بس أنه أنا بحترمهم وهم يحترموني نحب أن نشارك معكم قصة من الأردن سمعتوا بمجلة ماي كالي أكيد أتعرفها وأنتي شاد أنه أعرفها نعرفك عليها أنت ونعرف عليها مجتمع الميم ويقول خالد أن الأولى في الأردن لازالت مستمرة إلى يومنا هذا رغم حشبها من قبل سلطات الأردنية خلينا نمشيوا للطاولة نفرجوا أفضلوا معنا